الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعمير المعرفة يقدم هذا المقطع في حقل الإحصاء الاستدلالي الدرس العاشر الموضوع مقدم في اختبار الفرضيات الجزء الأول تحت عنوان فرعي هو أنواع الأخطاء الإحصائية Introduction to Hypothesis Testing Part Number One Types of Statistical Errors أرجو أن يكون فيه الفائد العظمى الكافة أحبت الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا وعلى بركة الله نبدأ أتينا في المقاطع السابقة عن الإحصاء الاستدلالي على شرح نظرية الاحتمال وقوانين الاحتمال والتوزيعات الاحتمالية Probability Distributions أي القوانين الاحتمالية التي تشرح ظواهر طبيعية واجتماعية متعددة من الأمثلة عليها قانون ذي الحدين Binomial Distribution وقانون توزيع المنتظم Uniform Distribution وقانون توزيع الطبيعي Normal Distribution وقانون توزيع تاء Student T Distribution وأخيرا أو وجزء منها وقانون توزيع ثاء لا F Distribution لم نأتي على كل احتمال على كل قوانين احتمالية لكن هذه أهمها بناء على كل ما تقدم سأشرح في هذا المقطع بإذن الله تعالى مفهوم الأخطاء الإحصائية Statistical Errors مع التذكير بقاعدة علمية هامة وهي متعلقة بما تقول إليه التوزيعات الاحتمالية أذكركم بما يسمى نظرية النهاية أو الحد المركزية Central Limit Theorem التي تحدثت عنها في مقطع سابق طبعاً هنا بما تقول إليه التوزيعات الاحتمالية من مختلف أشكالها عندما يزداد حجم العينة تقول هذه الحقيقة الحقيقة المية التي هي من Central Limit Theorem أو نظرية حد المركزية أن التوزيع النهاي لسلسلة من المتغيرات العشوائية المستقلة والموزعة توزيعاً متشابهاً مهما كان نوع ذلك التوزيع سيؤول في النهاية إلى التوزيع الطبيعي كلما تعارم حجم تلك السلسلة تعتبر نظرية اختبار الفرضيات الجزء الأهم في النظرية الإحصائية ويقصد باختبار الفرضيات التأكد من صحة وصدقية القيمة أو القيم التي تأخذها معلمة برامتر أو معلمات برامترز معينة طبعاً عند تقديرها بواسطة إحدى طرق القياس والاحتمال عادة ما تجرى الاختبارات حول قيمة محددة أو حول النطاق الفترة الانتربور الذي وقعت فيه القيم الخاضعة للاختبار أو خارج ذلك النطاق لتوضيح ذلك دعنا نفترض بأن أحد الباحثين قام بتقدير متوسط دخل الفرد الشهري لفترة زمنية معينة وادعى هذا الباحث أن قيمته أي معنا آخر قيمة الدخل الفردي للشهر أو للشخ الدخل الشهري كانت مئة دينار عفوا أو أية عملة طبعا فلعل السؤال الذي يطرح هو ما مدى صحة هذا التقدير هل من الممكن أن يكون أكبر من أو يساوي أو أقل من مئة دينار أو هل يمكن أن يكون بين خمس سعين ومئة أو بين خمس موة ثمانين وتسعين بعبارة أخرى هل نستطيع اختبار ادعاء فرضية الباحث هذا السؤال مهم جدا جدا التجربة الإحصائية statistical experiment لنفترض بأن لدى باحثنا صندوقين الصندوق A والصندوق B في كل منهما مجموعة من الكرات خضراء وحمراء لدينا الآن صندوق A وB وفي كل صندوق منهما مجموعة من الكرات خضراء وحمراء موزعة كما يأتي الآن هنا الصندوق A الصندوق B الكرات طبعا حمراء أو خضراء هنا ثلاث كرات حمراء أربع كرات خضراء في الصندوق A أما في الصندوق B خمس كرات حمراء وكرتين خضروتين قام الباحث بسحب كرة من أحد الصندوق فكانت خضراء لنفترض أنه لم يعرف من أي صندوق تم سحب الكرة وقد رغب بمعرفة ذلك أهي من الصندوق A أم من الصندوق B يسمى صندوقان في هذا السياق حال العالم State of World الذي يتعامل معه الباحث State of World حال العالم الذي يتعامل معه الباحث أو في بعض أحيان نسميه State of Nature State of Nature حال الطبيعة طبعا تتكون الطبيعة في هذا المجال من الصندوقين A وB إذن هذه حال الطبيعة لدينا الصندوق A وصندوق B الذين يحتويان الكرات الملولة الكرات الحمراء وخضراء من الصفات الرئيسية الرئيسة أو الرئيسية لطبيعة العالم الذي يتعامل معه الباحث في التجربة أنه يحتوي حالتين منفصلتين وشاملتين لما يمكن أن يكون أو يحدث وهي ما تعرف بلغة الإحصاء باللغة الأجنبية الغربية بلغة الإحصاء Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive Events المقصود بها طبعا المقصود بهتين حالتين هنا لدينا حالتين صندوق A صندوق B وعندي اللونين الأحمر والأخضر حالتين منفصلتين وشاملتين أنهما مستقلتان يعني الصندوق A مستقل عن الصندوق B واللون الأحمر مستقل عن لون الأخضر مستقلتان عن بعضهما وتشملان كل ما يمكن أن يحدث تشملان كل ما هو ممكن الحدوث في إطار الطبيعة في إطار الطبيعة اللي هو State of Nature التي حدثنا إذن State of Nature الصندوق واللون الأحمر وهنا كل الإحتمالات موجودة فإذن هما Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive معنى آخر الحالتين المتصلتين والشاملتين أنهما مستقلتان عن بعض ما بعض وتشملان كل ما يمكن أن يحدث هنا أنواع الأخطاء إحصائية تسمى عملية سحب الكرة من الصندوق التجربة الإحصائية لأنها تمثل فعلا عملية تجربية ذات نتائج غير مؤكدة أن سيرتن وفي ضوء النتائج الممكن يلجأ الشخص الذي يجري التجربة إلى إجراءات وقواعد خاصة يتخذ من خلالها القرار النهائي هل أتت الكرة من الصندوق A أم من الصندوق B نوع الخطأ الإحصائي أو أنواع هي بالأحرى types of errors لنفترض باستخدام المعلومات من التجربة الإحصائية بأن صاحب التجربة قرر أن الكرة لم تسحبها أرجو للتدقيق أن الكرة لم تسحب من الصندوق A مع أنها سحبت فعلا من A فيكون بذلك قد قرر أنها سحبت من B نقول في هذه الحالة أنه رفض قبول احتمال السحب من A رغم صحته فارتكب ما يسمى خطأ النوع الأول type 1 error أو مرة نسمي ألف error من الطبيعي أن قراره تضمن قبول احتمال أن الكرة جاءت من B يسمى الخطأ من النوع الأول في بعض الأحيان خطأ ألف ألف error أو منسميه في بعض الأحيان مستوى الأهمية significance level أو false negative وهو احتمال رفض الصحيح أو رفض الحالة وهي صحيحة أي أن ألف تساوي احتمال رفض الصحيح ألف تساوي احتمال رفض الصحيح نكمل من الممكن أن يكون صاحب التجربة قد قرر أن الكرة قد سحبت من A مع أنها سحبت بالحقيقة من B فيكون بذلك قد رفض احتمال الصحيح من B وقبل باحتمال أنها من A في هذه الحال نقول بأن صاحب التجربة قد ارتكب ما يسمى بخطأ النوع الثاني type two error وهو احتمال قبول الخطأ وعادة ما يسمى خطأ بيتا أو بيتا error أو force positive أي قبول الحال وهي خطأ أي أن بيتا بيتا تساوي احتمال probability قبول الخطأ بيتا تساوي احتمال قبول الخطأ هناك نوع ثالث من الأخطاء يسمى الخطأ من النوع الثالث type three error ويحدث عندما تعطى إجابة صحيحة على سؤال الخطأ أو عندما ترفض فرضيهما ويكون الرفض صحيحا لكن لأسباب غير صحيحة هناك هناك نوع الرابع من الأخطاء الممكنة يسمى الخطأ من نوع الرابع أو type four error يحدث في حالة تشخيص الصحيح للحال لكن المعالج للمشكلة تكون خطأ أو التفسير الخاطئ لفرضي ما عند رفضها لأسباب صحيحة التحدي الذي يواجه الباحث طبعا أرجو أن أؤكد ويعني أسبق الأمور بأن نظرية اختبال الفرضيات لا تتعامل إلا مع نوعين من الأخطاء هما الخطأ A وB الخطأ من نوع الأول والخطأ من نوع الثاني التحدي الذي يواجه الباحث هو تقليل الخطأ من أي نوع لكن المشكلة تكمل في أن تقليل أحد الخطأين مثلا A أو B يؤدي إلى تعظم الخطأ الآخر بمعنى آخر إذا أردنا أن نقلل الخطأ ألف فإن بيت تتعظم وإذا أردنا أن نقلل الخطأ بيت فإن ألف تتعظم وهنا هذه الصورة التغضيحية بأن الباحث سيحتار الآن كيف يواجن بين الخطأ ألف وخطأ بيت كيف يوازن هنا بين الخطأ ألف وخطأ بيت خطأ من النوع الأول خطأ من النوع الثاني خطأ من النوع الأول خطأ من النوع الثاني مثال كيف نحدل الآن تحديد نوع الخطأ الإحصائي لنفترض أن شخصا ما يواجه حالتي الطبيعة الآتيتين الآن حالتي الطبيعة هما جو ماطر غير ماطر إما بكون جو ماطر هناك مطر وليس هناك مطر والقرار الذي يتخذ طبعا هنا حالة الطبيعة جو ماطر غير ماطر القرار الذي يتخذ إما أنه عدم حمل مظلة واقية من مطر أو أنه حمل مظلة واقية من مطر إذا عفوا اتخذ قرار عدم حمل مظلة واقية من المطر وكان الجو ماطرا فقد ارتكب خطأ من نوع الأول ألفة اللي هي تساوي احتمال رفض الصحيح لأن الجو كان ماطرا رفض هذه الحالة فرفض الصحيح لأنه عدم الحمل فارتكب الخطأ من نوع الأول لكن إذا كان الجو غير ماطر فعدم الحمل أنه اتخذ القرار الصحيح ويكون قراره صحيح الآن الحالة الثانية القرار رقم 2 حمل مظلة واقية من المطر حمل مظلة واقية من المطر عندما كان جو ماطرا فكان قراره صحيحا لكن حمل مظلة واقية من المطر ولم يكن جو ماطرا غير ماطرا هنا فقد ارتكب خطأ اسمه بيتا ارر أو الخطأ من نوع الثاني وهو احتمال قبول الخطأ احتمال قبول الخطأ في الحالة الأولى رفض الصحيح عدم حمل مظلة وقت المطر فارتكب الخطأ ألفا أما في الحالة الثانية فقد قبل الخطأ أي حمل مظلة في حالة الصحو فارتكب الخطأ بيتا مثال آخر تقدم طالب لامتحان مساق الرياضيات وكانت حالات الطبيعة كما يأتي حالات الطبيعة أنه مشتهد وقام بما ينبغي وأجاب على الأسئلة التي طرحت في الامتحان الحالة الثانية أنه طالب كسول ولم يقم بما ينبغي ولم يجب على الأسئلة التي وردت في الامتحان الآن القرار الذي قام به أستاذ المادة رسوب أو نجاح إذا كان الطالب ناجحا وقام بما ينبغي وأجاب على الأسئلة ورسب معنى ذلك بأن الأستاذ قد اتكب الخطأ من نوع الأول له خطأ ألفا أما إذا كان طالب كسول ولم ينبغي ولم يقم بما ينبغي أن يقوم به ولم يجب على أي سؤال امتحان فإن رسوب القرار رسوب هو قرار صحيح نأتي على القرار الثاني نجاح إذا كان الآن حالة النجاح ولطالب مشتهد قام بما ينبغي أن يقوم به أجاب على الأسئلة فقراره صحيح الآن أما إذا كان الطالب كسول ولم يجب على الأسئلة التي وردت في الامتحان ونجح يكون الأستاذ المادي قد ارتكب خطأ من النوع الثاني خطأ بيته يعتم التعيين ألفة على الرأي الشخصي لصاحب القرار فربما يعتقد مثلا أن الرسوب لمن يستحق لا يقل أهمية عن النجاح لمن لا يستحق ما يعني عدم وجود معيار محدد يساعد في تعيين الخطأ ألفة وعادة ما يتم تحديده من قبل الشخص المعني باتخاذ قرارات مهمة متعلقة بحالة ذات طابع هام بناء على خبرته خبرة هذا الشخص وما يراه صوابا توضيح لنتأمل في هذه الحالة وأرجو التطقيق فيها لأنها تعطينا معنى الخطأ من النوع الأول وهو الأهم تقع حوارث الطرق في أي بلد على مدار الساعة تطار الصغير والكبير والحصيب والمهمل لنفترض من أجل التوضيح فقط أن تسعين سيارة من كل مئة تتعرض لحوارث الطرق يوميا ولو كانت هذه الحالة صحيحة وواقعية لما رأينا من يسير بحافلته على الطرقات إلا النزر اليسير جدا من الناس وهم أولئك الذين يحبون المخاطر العالي ويظنون بأن العائد من قيادة السيارة أعلى بكثير من احتمال التعرض لحال السير قد يودي بحياتهم وقد أكون أنا وأنت من الذين يؤثرون البقاء في بيوتهم أو قضاء حاجاتهم سيرا على الأقدام خوفا من مهلكة الحوارث الآن لو انخفضت نسبة حوارث الطرق بمقدار معين لرأينا أن عدد الذين يقولون حافلاتهم على الطرقات قد ارتفع ولو انخفضت النسبة أكثر ثم أكثر لرأينا أن الذين يرتادون الطرقات قد زادوا بالطراد السؤال المهم الذي نطرحه في هذا المجال ما هو الحد الأدنى المطبول من نسبة الحوارث أي نسبة المخاطر الممكنة التي قد يتحملها أي شخص كي نرى أن كل من يرغب بقيادة سيارته قد قام بذلك فعلا الإجابة على هذا السؤال الغريب وغير التقليدي هو أن هذه النسبة هي ألفة ألفة وهي قرار شخصي بامتياز ويختلف من شخص لآخر ومن حالي إلى أخرى أرجو العودة إلى هذا التوضيح عدة مرات حتى نستوعب فكرة الخطأ من النوع الأول الحمد لله رب العالمين شكرا لكم على حسن متابعتكم المقطع القادم بإذن الله سيكون اختبار الفرضيات الجزء الثاني سندخل باختبار الفرضيات من خلال التوزيع الطبيعي ثم ننتقل إلى T و F وكاي سكوير طبعا لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تحسين الأداء وتعميم المعرفة باللغة العربية لغة القرآن جميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى شكرا لكم